أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 125 ألف مصلين أدوا الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة واستبقت سلطات الاحتلال موعد الصلاة بنصب الحواجز في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى ونشرت المئات من عناصرها بعد اقتحامها صباح اليوم بحات المسجد وطربها المعتكفين داخلهم